اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراح بده الله بمباشرة صرف زيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر إبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ العشرين من إبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية مشيرة معاليها إلى أن الأمر الكريم بسرعة صرف زيادة المتقاعدين تؤكد حرص سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق تضلعات المواطنين ولأن فيه خير للناس جميعا واستجابة لمطالب السادة النواب وتعزيزا للتعاون المثمر والفاعل بين سلطة التشريعية وسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية من لدني حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ووضحت معاليها أن حرص سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على توجيه الجهات المختصة بإدخال الزيادة في حسابات المتقاعدين بتاريخ العشرين من أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية ومع اقتراب عيد الفطر السعيد من شأنه زيادة الفرحة للمواطنين وتأكيد الاهتمام بالمتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين معربة عن بالق الشكر والتقدير لجهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب لمواصلة العمل الثنائي تحقيقا للتطلعات المشتركة والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين